السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي علين ايه يا رب كلكم ديكونوا بخير النهاردة بقى هنعمل وصفة جميلة 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 بجد شكلها ومضمونها وطعمها بجد وهم هتنبهروا من طعمها هتنبهروا من نفسكم الشفات في المطبخ يعني هتتحدوا بيها لشفات كبيرة او مطعم الكربات بجد لو دقتوه في البيت مش هتشاروه من بره خالص ولا هتكلوه في اي مطعم بره ممكن تاخدوه معاكم كمان المطعم بجد حاجة حكيا مكوناتها مفيش اسهل من كده معانا كباية ونص من الدقيق ست بدغط بدغطة حرط الغرفة ست معلق كبيرة سكر ست معلق كبيرة ممسوحة من الزدة ونص معلقة ملح صغيرة الابرز النكهة تلت كباية حليب وزرفين فانيليا هنحط بقى مكونات الجافة مع بعض يعني ايه مكونات الجافة مع بعض هنحط الدقيق والسكر والملح نديهم تقليبة كويسة بمعلاقة كده يعني مع بعض يوم حلوة كده خلاص كده ونركنهم على جانب ونجي بقى نجيب طبق غوي لان احنا هنشتغل في الطبق دوت بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهرابي اي حاجة شغلة معنا عندك ده اشتغلي عندك ده اشتغلي اول حاجة بقى في المكونات السيلة هنعمل ايه هننزل باللبن زي ما انتم شايفين طبعا اللبن يا جماعة يا اما بدرجة حرارة الغرفة يا اما ديفي ديفي اللي هو الفاتر مش سخن لا ما ينفعش لا ينفع سائع ولا ينفع سخن عشان معنا بيد ومعنا زبدة فممكن زبدة تفصل وطبعا لو سخن البد طبعا هاي يعني هاي السوي هيبقى مسلوق بس كده هوم دول هنحطوهم على بعض كده وطبعا البيت كان عليها للفانيلي بتاعته زي ما انتم شايفين وطبعا لو عندك فانيلي سيلة يا سلام تبقى خطيرة طبعا ما فياش اي كلام هنضرب بالمضرب اليد وزي ما انتم شايفين كده وطبعا يعني انا زي ما انتم شايفين انا بضرب بكل قوتي بس هنجي يعني انا ما للأسف انا عندي اصابة في الضراعي فمقدرش اشتغل بكل قوتي بتعب بسرعة فانتم بقى ممكن تشتغلوا به يعني ده عادي جدا ما فياش اي مشكلة بس انا قلت اجرب بالمضرب اليد ويباقي يعني ايه اريح ايدي شوية زي ما انتم شايفين كده على الاعلى سرعة ايه متجنس مع بعض وكده وكله زي بعضه. تمام كده زي ما انتم شايفين. ولا محتاج وقت ولا موجود ولا اي حاجة. كل الموضوع ان انا هحط المواد السيلة مع بعضها وهضرب درب كويس جدا. والمواد الجافة مع بعضها. ضربنا حلو كده تمام وممكن نعمل كل الخطوة دي في الخلاطة حيدي جدا. خلاص خلصنا درب كده ووقفنا المضرب. وهنحط اللي دقيق. بعتزلكم طبعا عن منظر المضرب لان كان في حاجات زهرة في احنا مش مستحبة ان هي تزهر يعني فعملت عليها الشكل ده. وهنبدأ نضرب الدقيق مع المواد السيلة وهو ده الكريب الحلو بس. ضربتين تلاتة كده حلوين زي ما انتم شايفين كده لوقات ان تحسوا ان الزيت ده يعني ايه من سخونة المضرب كده دهبت. وما عادش في كتل ولا اي حاجة وكله بقى تمام. بكيز بقى ستريتش باي حاجة. المهم ان احنا نقفل على الكريب تماما لانه هيخش التلاجة. يعني اقل الحاجة اقل مدة تريحوها فيه هي ساعتين. من ساعتين لاربعة وعشرين ساعة يا جماعة بيقعد في التلاجة فيش مشكلة. ده بقى الجناش اللي انا السوس اللي انا هعمله على الكريب. وطبعا السوس مش هتقلكم ان هو جميل 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 جدا جدا مش قادروا لكم جميل قد ايه. ده بعتمدوا على الترات وبحطوا على كل حاجة عند السوسات بقى. ده موجود شوكورتها من سماء. ده ربع كيلو متين وخمسين جرام. بس انا هنا في حتات في الوصفة الشوكورتة تلتمية وخمسين جرام. على كوبات الميا ديت تلتمية وخمسين جرام ومعلقتين كريم شنطي زي ما انتو شايفين كده. بس كده. هجيب الحلة بتاعتي وحط فيها موج الميا الموجود في معظم البيوت. ودول بقى معلقتين من الكبار كريم شنطي ممكن نستغنى عنهم وممكن نحط مكانهم او عليهم كيس حليب نيدو طبعا او تلات معالي من 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 اللبن البدرة. ممكن نستغنى عنهم خالص. يبقى انا هتتمج المياه عليه معلقتين اكل من من الكريم شنطي الخام او بسكر برضو مش هيفرق. وهنشغل النار على نار هادية بس عايزين الميا دي تسخن. بس كده. وهنحط تلتمية وخمسين جرام من الشوكورتة الدرك زي ما انتو شايفين او يعني عادي ممكن نحط خليط من الدرك وبين البيضة مفيش مشكلة. وبس كده سخنتها هي اللي هتخليها تسيح ونطف النار. دي بقى معلقة صغيرة مليانة من الزبدة. اي نوع زبدة عندك حطي. ممكن تستغنوا عنها وتحطوا معلقتين من الزيت. ممكن تستغنوا عن الزيت وتحطوا معلقة كبيرة من آآ آآ اللهم صلى على النبي الله مذكرني. آآ حطوا عليها اللي هو آآ شرفة ليه نسيت. طب لما في كرة هقول لكم. آآ بصوا جماعة بجد خطيرة وتدي لمعة وطحها بجد. شايفين الجميل شايفين القوام شايفين اللون شايفين اللمعة باجات دي يعني احلى سوس هتعتمدوه طبعا هو يفضل سائل كده مش هيتقل غير في التلاجة. طبعا منجيب مصر ونصفي وننزل به شايفين كباية المية وثلتمية وخمسين جرام من السكر عملولي ايه? عملولي ده شوط بكبير على فكرة وتبقى منه. يعني المجل اللي انتو شايفين دوت بمقدور كباية ونص من الكباية الصغيرة اللي انتو شايفين كباية الشاي الصغيرة اللي انتو شايفين يحطاها دي. بصوا. هفضي بقية الخليط في المجل. ده المجل اللي احنا حطناه في مية وشايفين المج ده كبير جدا يعني بمقدور واحد ونص من المجل اللي انتو شايفينه ده. ما شاء الله كمية كبيرة وهتكفي كتير جدا. طبعا بسيبه ايه ده وبعني بغطيه بكيس سريتش واسيبه في التلاجة علشان السوس بتاعنا يتقل. ده سوس اقتصادي جدا يا جماعة ولا في اجمل ولا اروع من كده بجد خطير. بعد انا ريحتها بجد يعني ايه يكون صريحة معاكم هي اقل حاجة ساعتين. انا ستاعة اتنشر ساعة. معاكم تسيبوها لاربعة وشرين ساعة. بس مش اقتر من كده. ايه اقصى حاجة اربعة وشرين ساعة. طبعا عشان فيها ايه زبتة فبقيت كتل دلوقتي. هنحطها في الخلط. وكل الوصفة من اولى الاخير هممكن كلها نعملها في الخلط. بس انا بديكم كده يعني ايه افكار اللي مش عنده ده يعمل بدا اللي مش عنده ده يعمل بدا. فكله في الخلط هيبقى اتس اوكي يعني خطير بجد. بس كده ضربتين عشان انا عامل خليط وطبعا نزد تتسيح من السخونة للضرب وهتبقى معينا سايلة وما فيهاش كتل وخطيرة زي بانتو شايفين كده. بوريكم كده انا سمكها وما فيش اي تكتلات. وطبعا هنشتغل على طوصة او طوصة يعني جرانيت اي طوصة عندكم بس صغير قابلة للصق. زي ما انتو شايفين نزلتها في طبق كده وطبعا لما هبدأ الشغل فيها على طول بعد الدرب الاخير دي جت. افضل نفسي تماما تماما يعني ما مععدش بقى اجري في المطبخ واعمل حركات كده لأ انا افضل ليها. دهنت اه في اول مرة كده دهنت زبدة وطبعا دهنت زبدة دي هقول لكم مفيدة في ايه? احنا شغالين. طبعا انتي اول واحدة دي تستل كل الكريبات اللي هتعمل لها يعني بعد كده. بصوا بقى نار زي ما انتو لاحظتوا كده النار اعلى من الهادية بسيكة صغيرة. يعني النار هادية وعليها سنة صغيرة. طبعا انا خدت فنجين قهوة وانتو بقى دي طوصة تعطي مقاس تلاتين. فانتو كل ما ترققوا الكريب يمكن طعمه اشك واطعم بالتير. انتو بقى هتحطوا للمقدار بتاعكم انتو يعني انتو هتشوفوا الطاصة بتاعتكم كبيرة صغيرة يعني معاكو فيه طاصات مقاس 24 في 22 في 30 زي بتاعت دي. عفوا. وهتحطوا للمقدار بتاعكم يعني اول واحدة دي تستل بعد كده. هتعرفوا مقداركم قد ايه? هتعرفوا الدرجة حرارة مظبوطة قد ايه? وطبعا زي ما قلت لكم ان اللزبدة اللي انا حطيتها في الاول دي عشان متلزقش وعشان سبب تاني كان طبعا مهم جدا. وهو ان الكريب بتاعنا من تحت ياخد اللون اللي هو الدهبي اللي هي الاشكال اللي هي المحطوطة عليها الدهبي دي هت الخطوط الجميلة دي. طبعا انا بحبها جدا الخطوط دي انا ممكن اعملها بيضة. زي ما معظم المطاعم بتعملها بيضة بس انا يعني بحب الشكل ده. كده بحس انها مستوية وطبعا بتبرز النكهة بتاعتها وبحس بريحة الكريب كده طالعة كده يعني ظهرة طعمها ببقى جميل جدا. كده مستوية وحلوة قوي. طبعا هي تاخد وقت شوية في التسوية. شايفين انا يعني ايدايا بلمسها عادي وبقلبها بايدي وكل حاجة ده رجي تحرطها. يعني يعني هادية ايدايا تستحملها. بجد الكريب ده جماعة من احلى واطعم وافخة من الحلوية اللي هتجربوها بجد. شايفين الشكلة عن الناس ازاي? طاري ومحلسة كده جميل جدا. تاني واحدة معاكو زي ما شايفين كده اللي ماخدش من اول واحدة هعمل لكو كمان واحدة. خلاص انا زبطت مقداري وزبطت الدربة حرارة بتاعتي. زبطت كل حاجة كده انا شايف في مطبخي. كده انا شايف في مطبخي. متمكنة عارفة كل حاجة انا بعملها. زي ما قلنا اول واحدة دي تست الكل اللي جاي بعد كده والتاني واحدة دي تبقى خلاص. احنا كده انا متمكنين وعارفين كل حاجة خطوة بخطوة. او ما تبدأ تامي معي الفقاقية اللي انتو شايفينها دي. والطروف اللي بتاعت الكرب بدأت تنشف كده. تديني مظهر ان هي بدأت تنشف كده. كده زي ما انتو شايفين بدأت عليها. وقلنا النار اعلى من الهادية بشعرية صغيرة كده. خلاص بحركها بلاقيه بتتحرك تمام. بصوا جماعة شايفة انا ممكن اقلبها بالمعلقة عادي بس انا بوريكم ان هي يعني سهلة تقلب بالايد مش شرط معلقة. بصوا. بصوا جمال بجد. انا عايز اقولوك من ريحة المطبخ كانت مقلوبة. كانت مقلوبة ويعني اللي معاربش يعرف. خطيرة احلى. حلوياتها تكلوها بجد. كده بدأ جميل قوي. زي ما انتو شايفين كده وطبعا هنكون جيبين فطين زي ما انتو شايفين كده ونغطي كل ما انطلع واحدة نغطيها عشان سخونتها تخليها طارية وجميلة. بصوا جمال. بصوا وزيعة. انا مش هتكلم يا جماعة انتو تفرجون انتو بصوا. طارية طارية وملسق جميلة. وريحتها تحفة. دولة عشرين كربية وفيه واحدة صغيرة يعني عشرين كربية ونص. ممكن يطلع معاكو اكتر ممكن يطلع معاكو اقل حسب الصينية بتاعتكم. هزين معاكو واحدة بقى بصوا الصوص اللي انا عملته. بعد انا طبعا الصوص ده قعد معي ستة ساعت في الطلاجة. يعني وبصت عليه لقيته ومشاء الله جميل. وسته لحد يعني ست ساعت تنين. يعني قعد معايا بالزبط اتناشر ساعة في الطلاجة. ممكن يقعد اكتر من كده كل ما يقعد كل ما هيتقل. وبيقعد في الطلاجة مدة يعني ما تقلش عن اسبوع عشر تيام. في الفريزر بقى ممكن يقعد معاكو من شهر لسنة. مش هيجراله اي حاجة. شو رايح بعمل موس طبعا الموس ده لو هيطول. نحط عليه عصرة لمونة عشان ما يسودش وكده انتوا عارفين ان هو في حديد فهيسود العينة. الكرم الباية يا جميع مش هايز اقولكم السندويتش ده. طبعا انتم ممكن تعملوه يعني رول زي ما انتم شايفين كده تقسموه من النص. طبعا انا افتكرت ان انا عايزة اقفلوه اش ما ننزلش الصوص بتاعه فضمت التروف على بعضها وبرامته زي السندويتش كده. وشكله رهيب وطعمه رهيب. وكل حاجة فيه بجد يعني نغة نغمة. يعني ده مش طبق كريب عادي. ده يعني سنفونية من الالحان والطعامة واللاززة بجد يعني. قولو شعر قولو فيه اللي انتم عايزين تقولو بجد. اطعم سندويتش كريب هتكلوه. احلى من المحلات بدون مبالغة. انتم هتجربوا بنفسكم طريقتي وهتعتمدوها وهتعرفوا ان هي فعلا طحفة. يعني لو جالكو ضيفة على فجأة ولا حاجة طبعا انتم ممكن تعملوه كمية وتحطوها في الفريزة. تقعد معيكم من شهر شهرين للسنة. مش هتقول لقا. شايفين طريقة جميلة وسهلة. ده السوس جماعة اللي انا عملته وعمل كبية كبيرة ونص من المجل اللي انتم شهتوه ده. طعمه رهيب. يعني رهيب رهيب من هنا لاخر الدنيا. متماسك وجميل. ممكن تحطو نوتيلة. ممكن تعملو اي سوس عندكم. ممكن تحطو مربة. ممكن تحطو قشطة. زي ما انتم عايزين ايه السوس والتوبنج كده زي ما تحبوه. بطبقة زي ما انتم شايفين كده. وبحط في الطبقة الطويل دوت الرصة بتاعتي زي ما انتم شهتو كده هعمل كبير معك واحدة. ومفيش اسهم من كده. والاخر طعم مفيش اروع من كده. جميل وطعامة ولزيزة وسهولة في نفس الوقت. وممكن زي ما قلت لكم نعمل كمية كبيرة ونحفظها في الفريزر لاي ضيف يجلنا فجأة. لاي مناسبة جلنا طريقة كده نطلع كمية بتاعتنا ونعمل اطعم والاز كريب حاجة بجد مشرفة. حاجة يعني شي كده وزوق جده وطعم مريحة وكل اللي هيجرب الكريب ده مش هيصدق ان انتم اللي عملته. يعني بكل فخر كده اقولوا ان احنا اللي عاملينه. وبس كده. ما فيش اي صعوبة انا مش شاهد فيها اي صعوبة خلص. والسوس طبعا انتم عارفين ان انا بحب السوس الكرامل. يعني طبعا انا ما خدت طبق بتاعي غرقته. غرقته كرامل. سوسات كده يعني خطوطت بال يعني رايح جاي زي ما انتم عايزين كده. اي شكل اللي انتم تحبو اعملوه طبعا اهم حاجة. الطعم مالوش زي. حقيقي. والله يبدو المبلغة. بجد يجنن. مالوش حال. شايفين الجميل واللزيزة. بتتكلم عن نفسها يا جميع بجد. وفي نهاية الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم. واللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عليك كل. عشان يوصلكم كل فيديو جديد انزله في وقته. واعمل لي متابعة صفحتي على الفيسبوب. وضمتم في راية الله وحفظه. مع السلامة.